مجال العلوم الشرعية من خلال جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي مع الحاصل على هذه الجائزة الدكتور مطلق الجاسر مساء الخير وحياك الله سادي مساء النور والسرور حياكم الله الدكتور في البداية قلنا نتكلم عن تجربتك في مجال العلوم الشرعية نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حب العلم الشرعي بدأ معي منذ صغر رغم أن كانت خصصي علمي في الثانوية نعم وكنت حابة أكمل في المجال العلمي ولكن تعرفت على العلوم الشرعية في الثانوية نعم وحبيت المجال هذا فدخلت كلية الشريعة والحمد لله تدرشت في العلوم الشرعية في الماجستير وفي الدكتوراه والآن أنا أدرس في كلية الشريعة و الحمد لله وجدت نفسي في هذا الميدان وهو يعني في الحقيقة ميدان مهم نعم و العلوم الشرعية في منها قسم يجب أن لا يجهله أي مسلم كل واحد يعني مثلا لازم يعرف شون يصلي نعم إذا دشر مضاء لازم يعرف شون يصوم نعم إذا عنده فلوس لازم يعرف شون يزكيها صحيح وفي ميدان لا يعني موه شرط أن الإنسان يتعلمه اللي هي إذا كان ما يتعلق بالواجبات فبالنسبة لي حبيت العلم الشرعي في جميع ميادنا جميل طيب دكتور إذا نتكلم أكثر عن مشاركتك من خلال هذه المسابقة بالنسبة للمشاركة أول شيء كانت عبارة عن مشروع اسمه مركز مرتقى للعلوم الشرعية نعم هذا المشروع بدأ تقريبا من سنة ونص كان عبارة عن فكرة في استغلال وسائل التواصل في إيصال العلم النافع للناس نعم طبعا بالنسبة للعلوم الشرعية لابد نعرف نقطة مهمة لا يتعلق العلم الشرعي بفئة من الناس كل الناس بمختلف درجاتها كبار صغار رجال نساء لابد أن يتعرفوا على دينهم والحمد لله عز وجل إحنا ديننا ما في شيء غامض يعني كل شيء موضح واضح يعني القرآن موجود والسنة موجودة وكلام العلماء موجودين فالمشكلة وين أحيانا يستثقل بعض الناس أن يذهب للدراسة أو يستثقل أن يفتح كتاب أو يستثقل أنه مثلا يذهب إلى محاضرة فاللي سويته أني قربت هذه العلوم إلى الناس من خلال عمل برامج ودورات عبر وسائل التواصل كانت في البداية عبر الواتساب يعني مقاطع معينة فيها يعني فقه الصلاة فقه الطهارة فقه الزكاة العبادات اللي لا يجوز للمسلم أن يجهلها وسوين أعلانات حتى الأول مرة كان هذا في شهر ثمانية 2015 دزيت لعنان وتوقعت يعني اللي بيشترك معانا مية ميتين ففوجئت أنه وصل العدد ألف وستمائة مشترك مو بس من الكويت أتتنا مشاركات من ما يقارب الثلاثين دولة جميل من مصر ومن السعودية من جميع دول الخليج بل حتى من أمريكا المقيمين هناك بل حتى يعني من سوريا من العراق من استراليا فوجئت حقيقة بعدد المشاركين ثم بعد ذلك شيئا فشيئا اشترك معي مجموعة من الشباب والجهل ومتحية أشرفوا على هذا العمل وشيئا فشيئا كلما يمر الوقت أضفنا بعض العلوم كنا هو شيء يتكلم عن الفقه فقط ثم أضفنا بعد ذلك علم أصول الفقه ثم تكلمنا عن علم العقيدة ثم أدخلنا علم النحو والحمد لله عز وجل انتشر المشروع وكانت هذه فكرتها وإن شاء الله يستمر نعم دكتور يمكن إذا بنتكلم على الهدف من خلال هذا المشروع اللي أطلقته وأسسته خصوصا يعني في العلوم الشرعية وغيرها الهدف هو إيصال العلم الشرعي لأقصى عدد ممكن من الناس وأيضا استغلال وسائل التواصل يعني الآن وسائل التواصل أصبحت بيد الجميع سواء يعني الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب أو جميع وسائل التواصل فإحنا يعني بعض أخواننا يقول إحنا مثلا وسائل التواصل انتشر فيها مثلا التفاهات انتشر فيها بعض الأمور السيئة فأنا عندي قاعدة أقول يعني أشعل شمعة بدل أن تلعن الظلام بدل لا تندد وتستنكر سوى شيء لذلك أنا أدعو من هذا المكان أي واحد عنده شيء مفيد سواء كان في العلوم الشرعية أو في غير العلوم الشرعية بدل يعني إحنا أنا وجهة نظري أن التحلطم أو يعني مجرد الاستنكار لن يغير الواقع لا بد اللي عنده شيء مفيد اللي عنده مشروع مفيد سواء كان في النشر العلم الشرعي في النصيحة المفيدة في أي شيء مفيد ليدخل مثل هالما يادين أصبحت الآن أنت يعني أصبح أمر واقع فبالتالي إحنا كناس يعني عندنا شيء إن شاء الله نشعر أنه يفيد الناس الهدف من هذا المشروع هو أن ندخل مثل هالما يادين ونوصل الخير للناس في كل مكان صحيح دكتور يمكن من خلال هذا المشروع طورت وصار قناة مرتقة من خلال التليجرام خلينا تكلم على تفاعل الناس مع هذا الموضوع والتطور اللي صار فيه بفضل الله عز وجل خلال السنة ونص هذا اللي مضت وصلتنا ردود أفعال طيبة جدا مشتركون كثر وصلوا يعني إلى لو بنحسب عدد الجنسيات المشتركة معنا فهي من أكثر من خمسين دولة وفضل الله عز وجل يعني هذا يحسب للكويت حتى يسمونه المركز الكويتي مركز مرتغى الكويتي نعم وهذا فضل من الله عز وجل وبالمناسبة العلم الشرعي ليس غريبا على الكويت صحيح إلى يومنا هذا الكويت بلد علم وبلد علماء في جميع الميادين ومن ضمنها الميادين الشرعية فبفضل الله عز وجل وجدنا ردود أفعال طيبة اشترك معنا عدد كبير من الناس من جميع الدول بل من الأمور اللي أسعدتنا كان عندنا مشترك من أمريكا اسم جون ستارلينك أمريكي أسلم ودرس معنا وتعلم اللغة العربية ودرس معنا وترجم لدروس اللي نسويها إلى اللغة الإنجليزية ما شاء الله وأصدر كتاب في حنا كنا ندرس كتاب بداية العابد في الفقه ترجمه إلى اللغة الإنجليزية وأرسل لنسخة بالبريد جميل والآن ترجم الكتاب الثاني اللي ندرسه اللي هو كتاب عمدة الطالب وهو الآن في منتصفه بل وزارنا الشهر الماضي جزاها الله خير ومعنا مشتركين من فرنسا وسمعت أن بعض المشتركين أرسلوا لنا أنهم الآن انقلوا دوراتنا هذه في المراكز الإسلامية في فرنسا وفي أمريكا وفي استراليا جميل وهذا طبعا نحنا لا بد أن ننبه نقطة مهمة الانحرافات الفكرية اللي قاعدة تصير عند الشباب أكبر علاج لها هو إرجاعهم إلى العلم الشرعي كثير ترى من الشباب اللي شوه صورة الإسلام بأي طريقة من الطرق أجزم تماما أنه ما تعلم العلم الشرعي لو كان تعلم العلم الشرعي الصحيح ورجع إلى العلماء لما فعل مثل هذا لذلك أنا أحث كل يعني أحث الدولة أحث زارة الشباب وأشكرها وأحث كل يعني من يهتم بهذا الملف أن يركز أنا أقول لهم أكبر باب لحفظ الشباب على الانحرافات الفكرية هو أن يوجهوا ويشجعوا لطلب العلم الشرعي نعم دكتور بما أنت طرقت عفوا لهذا الموضوع خلنتكلم أكثر على دعم الدولة للشباب وبالأخص في العلوم الشرعية شون تشوفها نعم طبعا أول شيء أوجه شكري الجزيل لوزارة الدولة لشؤون الشباب على هذه الجائزة وعلى فتح فرع المجال العلوم الشرعية فيها وهذا شيء لا يستغرب صحيح ويشكرون على هذا جدا ويعني مثل ما قلنا مجال العلوم الشرعية ليس غريبا على الكويت بل هو من تأسسة الكويت وهو موجود ومستمر وبازدياد بفضل الله عز وجل وكذلك أدعو يعني الوزارة الدولة لشؤون الشباب وأدعو أيضا بقية الوزارات والمسؤولين إلى زيادة الاهتمام في مثل هذا وطبعا الاهتمام بفضله موجود ومتمثل بهذه الجائزة وأدعوهم إلى مزيد من الاهتمام بذلك نعم أستاذي هل ممكن في خطوة قادمة لهذا المشروع بأنه يصبح أسهل للمستخدمين أو حتى المشتركين مع حضرتك في هذه القناة أن يكون عندهم مثل أبليكيشن مثلا الأمور اللي ممكن هي تسهل لهم ويكون موجود عنده في التلفون يقدر أنه يرجع له في أي وقت طبعا بفضل الله عز وجل نحن دائما نجتمع مع الشباب اللي معنا في المركز الآن بإذن الله من المشاريع المستقبلية رح يكون هناك موقع خاص لهذا المشروع هذا الموقع بدل ما يرسلون بالواتساب أو بالتليقرام يدخل وكل واحد يصير له باسورد ويوزرنيم يصير مثل التعليم عن بعد يدخل ويسجل يعني بياناته ويلقى دوراته كاملة موجودة كذلك الأبليكيشن فكرنا فيه وبإذن الله راح نعمل إن شاء الله أبليكيشن كذلك بإذن الله عز وجل النظرة المستقبلية لهذا المشروع أنه بإذن الله نتوسع شيء أكثر فأكثر بحيث هدفي بإذن الله ورؤيتي لهذا المشروع أن يكون يلم جميع التخصصات الشرعية وأن يكون بمثابة معهد شرعي كامل باسم الكويت يشترك فيه المسلمون من جميع النحاء العالم بإذن الله يعطيكم العافية الأمانة على هذا المجهود الكبير اللي تبدلونه من خلال مجال العلوم الشرعية دكتور هل في كلمة أخيرة حد تختم فيها لقانوياك الكلمة الأخيرة أول شيء أشكر بعد شكر الله عز وجل والدي الكريمين أشكر أبوي وأمي جزاهم الله خير هم اللي يشجعوني وربوني منذ الصغر فلابد أن يذكر فيشكر كذلك أشكر زوجتي وعيالي وأشكر أخواني وخواتي على هذا الدعم والتشجيع وكذلك أخص بالشكر ربعي وأخواني اللي تعاونوا معي في هذا المشروع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشكر اللهم ولا يشكر الناس فأتوجه بالشكر لهم جميعا على تعاونهم وعلى هذا الجهد الذي يبذلوه وأختم أيضا بشكر وزارة الدولة شؤون الشباب على هذه الجائزة وأسأل الله عز وجل نجعلها في ميزان حسناتنا جميعا آمين يعطيكم العافية الأمانة على هذا المجهود الراعي الدكتور مطلق الجاسر الحاصل على جائزة الكويت التمييز والإبداع الشبابي من خلال مجال العلوم الشرعي يعطيك العافية وجودك اليوم معنا وهذا اللقاء الجميل الله يعافيك وصلنا معكم لإختام حلقتنا اليوم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا من خلال هذه اللقاءات والإبداعات الشبابية والتمييز الكبير الدامة ويقدمون الشباب للمجتمع الكويت نقاكم على خير إن شاء الله باشر على نفس الموعد مع السلامة شكرا